السلام عليكم اليوم اجبت لكم الفيديو اللي وعدتكم به الفقاس اقتصادي ناجح 100% نشوفوا المقادر والطريقة التحضير نحتاج بعض البيضات يكونوا بحرارة المطبخ ثلاثة البيضات والثالثة نضير غير البيض والصفار نحتفظ به حتى المنبعد ونخدمو به المكونات الكاملة اللي سنخدمو به يكونوا بحرارة المطبخ لا يكونوا نخرجوهم من التلاجة لدي هنا ساشي الفاني تقدري ساشي الزهر زهرة البرتقال نحتاج شوية الملح كاس السكر 150 جرام ونخلط المكونات مزيان انا اليوم استعملت طرب اليدوي اللي كل شي متوفر عنده ما بعدش نطحنه فتحانة نخدم به كل شي يقدر يصيبه نضيف عليه كاس زيت 150 مل ونخلطه المكونات مزيان ونضيف عليه معلقة ونصف الحبة حلاوه والنافع تقدري توصله حتى الجوج معلق وعندي خمسات المعالقات الزنجلان اللي منقي الزنجلان عندي هنا خضر نخلط المكونات مزيان يتجنسه يدخل ليها تزرارة مع باقي المكونات ونضيف عليه الخمارة الخمارة الحلويات عندي هنا معلقة صغيرة وعامرة ما يعادل 10 قرام تقريبا ساشيات 7 قرام ساشيونس وعندي هنا ماء ظهر جوج معلق كبار وكندخل المكونات كاملين في بعضياتهم غادي نبدأ نضيف عليهم الضقيق الضقيق هنا عندي نصف كيلو انا غادي نضيفه تدريجي تقدر تاخد لك من نصف كيلو حتى 600 قرام على حسب الخالط انتي غتشوفي على حسب الضقيق على حسب حجم البيض انتي كتخدمي غير بشوية اضيفي ثقيق دفوعات هذا هو القوام عجينة يرى ماشي عجينة مامعجونة ولكن هناك نخلطه الحلوة نزيد نأكد علي هذه النقطة نخلطه باطراف الاصابع من عجنوش ومن دلكوش ستكوني اول مرة تدريجي الفقاس ان شاء الله سينجح معك تبعي معي المراحل وانا سأعطيك النقاط التي تركز عليهم سفي اجمعت الحلوة قسمتها على ثلاثة الكمية نقسمها على ثلاثة تجيني مزيانة سأعطيني ثلاثة الحرابل نحرب لهم بها الطريقة كيف ما تشوفي معي في الفيديو لا نديرهم غلاط ولا نديرهم شرق ونهزهم بها الطريقة كيف ما تشوفي كيف ما تشوفي لا نديرهم طويل كيف ما تشوفي معي لا نديرهم طويل ونديرهم عملتهم وندهوز عليهم واحد جريسة خفيفة لا نديرهم خبز للد عندما لديك دي ريكا كواله جيدا بعد مقطع الخل حتى يزيد لي الراحة دي البيض زيحون المجاشة HDL وحاولوا تفيني الجناب لا تخلوا الجناب مدمعين بعد مدخلم الفران الحل الطب يكون بارد بحل الغاز بحل الضوء الضوء بحل الفران بارد وغير بحل الفران بارد وضع 150 دراجه طوال تحت فقط و مره مره يقنح باب الفران كي تنفسه و يحيد منه الجهد هذه العملية قريها 1 جوجل مرهات 3-3 مرهات المدة التي يكون يطيب لك فيها الفقاس الداخل وارك يطيب غير نص طيبة كنطيبوش بزاف مني كيتدهب من التحت و ينشف من الفوق كنخرجوه لا بل لك بقي ما نشفش من الفوق شعلي عليه من الفوق شوية و خرجيه نشوف الفقاس من بعد ما اخرج من الفران كيف هجانا هو هذا الفقاس ما كيكونش مهرس ما كيكونش بفرقه هدا هو اللون اللي كي ياخد اللون دهبي ما نخليوش كيتحمر فقاس ما زال تابع الطيب ياخد لنا هاد اللون و ينشف لنا من الفوق بباركة عليه كنخرجوه انا اخديت هنا منديل و غدي احط عليه هاد الحراب اللي عندي بعض المرات كناخد منديل فازق هو اللي كنفرش لتحت و كنغطيه من منديل ناشف هاد المرة انا درت منديل ناشف من التحت و جوجد المنادل باش غطيته و باش يرجع عليه الصهد اليوم ما فزقش لمنديل خليتو منه جوال كل مره وش نو كن اندير على حسد مرة انا فزقوه و مرة ما كان فزقوش صافي كنغطيه مزيان 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 ضروري ما يتغطي مزيان باش اجي على صهد تقدري تخليحت لغدله تقدريه تقطعيه من بعد وحد ثلاثة ساعات اربعة ساعات ايبرد مزيان مهم يبرد مزيان ضروري ما يبرد عندما بدأت الفقاس تقطعه يجيك مدقص من الداخل كيف لا تشوفه معايا هنا نقطع الفقاس لا تهرس حتى شي وحده نهائيا سهل في تقطع استعملها يرموس ماضي ان شاء الله الفقاس سينجح معك تبعي طريقة والنصائح ان شاء الله سينجح لك الفقاس هذا هو الشكل شفتي معي الفقاس من الداخل كيف يدير مهوي ضروري ما يكونوا متقل الفقاس لما كانش متقبره ما ناجحش كي يجي مدقص من الداخل لا ضروري يجيب حلهاك هذا هو الفقاس من اليوم ان شاء الله سيستقلك الفقاس جربي هاد الاغوسات اللي اعطيتك شفتوا معايا نقطعه بكل ارياحية ما كنخافش منه ما كيتهرش نهائيا شفتوا نستمر بنفس الطريقة ونقطع الحراب اللي بقاوا ليه وغادي ندوز المرحلة الموالية اللي هي غادي نحمر الفقاس كناخد فقاس كنديرو فلاطا وغادي نشاعل يكون فرانسخون نشاعل على مية وستين مية وخمسين مية وستين لا تعديتو ما تفوتوش ليه مية وسبعين الفقاس خصو يتحمر على خاطره انا كندير ليه مية وستين الحرارة كتكون هابطة بحال الحرارة اللي كنديرو الكيك بحالها بحال طيب ديال الكيك كنحمرو غير من الفوق نشاعلو لي غير من الفوق ما كنشاعلوش من التحت وكنخليو الحرارة سكون هابطة باش تكون عندنا هاد النتيجة كي تحمر لينا الفقاس من البرا ومن الداخل كي ياخد نفس اللون شوفوا معايا ميشي كي تخطف اللي جاهدنا عليه العافية غادي تخطف مادي شي طيب لنا من الداخل يجي بيض غادي عريد تشوط من الفوق شوفوا الفقاس كيفاش كي يجي انتمنى وصفة اليوم تنال اعجابكم لعجبكم الفيديو ما تنسوناش من البرتاج ومن اللايكات ديالكم ومن تعاليق ديالكم شكرا لكم السلام عليكم